أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين سيد حسين محمد رجب أن ذكرى مثاق العمل الوطني فرصة سانحة لاستذكار المنجزات الوطنية التي تحققت بفضل ما تضمنه المثاق من خطوط عريضة لدعم التنمية الشاملة لمملكة البحرين في البداية أحب أن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى وسيدي صاحب السون ملك الأمير سلماء بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الزراء وكافة شعب البحرين مناسبة الذكرى الواحد والعشرين لتتشين مثاق العمل الوطني والتي تعتبر فرصة جدا كبيرة للوقوف على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة البحرين على المستوى الدولي والإقليمي لطالما اعتبرت مملكة البحرين العنصر البشري أحد أهم ركائز العملية التنموية الشاملة وأحد الأسس الاقتصادية التي نص عليها المثاق العمل الوطني وذلك نفخر اليوم في مملكة البحرين أن العنصر البشري والكوادر الوطنية هي أحد أهم أسباب تنافسية المملكة على المستوى الدولي والإقليمي ولعل أبرز مثال على اهتمام مملكة البحرين والتزامها بتطوير الكوادر الوطنية يتمثل في الأهداف الرئيسية التي تم أشجلها إنشاء تمكين تم إنشاء صندوق العمل تمكين لتحقيق هدفين أساسيين الهدف الأول هو جعل المواطن البحرين الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل وزيادة تنافسية المواطن البحرين على المستوى المحلي والدولي والهدف الثاني هو جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي النمو في الاقتصاد الوطني وخلال الخمسة عشر سنة الماضية ساهم التمكين في دعم الاقتصاد تطوير الاقتصاد وتطوير الكوادر الوطنية بشكل كبير جدا بحيث ثخت تمكين حوالي مليار سبعمائة مليون دينار في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني استراتيجيات مختلفة في أوقات مختلفة في البداية كان هناك تركيز على تشجيع مبدأ ريادة الأعمال تشجيع الشركات على النمو وتطور التوسع وأيضا تشجيع الأفراد والمواطنين على توسيع قاعدة مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم لذلك تشكلت وتنوعت برامج تمكين مع مرور الوقت لتحقيق هذه الأهداف ومن خلال البرامج التي تم طرحها في تمكين على مدى الخمسة عشر سنة الماضية ساهم التمكين بخلق أكثر من خمسين ألف فرصة تدريب لمواطنين البحرينيين كأفراد وأكثر من عشرين ألف أو عشرين ألف فرصة تدريب لمواطنين البحرينيين في مختلف الشركات في مختلف القطاعات